خبر يعني صار شويتين تلاتة بصراحة أنا حاسة ان هو خبر كريتف جدا والخبر هو ان فيه شباب فيلم عادي قراروا ان هما يوزعوا على الناس فطار سوشي ودونت كريتف قوي ان الانشاتف دي او الحملة دي يعني جميلة جدا بسبب ان هما كان عندهم جواهم كده تفكير ان احنا عايزين ان احنا نوزع على الناس وجبات هما مش هيقدروا ان هما يجبوها او في حياتهم الطبعية فعايزين ان احنا نعملهم حاجة مختلفة حاجة صارة يقدروا ان هما يغيروا بها جو او ان هما يجربوا حاجة جديدة جير مقلوفة يعني بالنسبة لهم الانشاتف دي حلوة قوي الناس كتيرة جدا تفعلت معنا لما احنا نزلنا الموضوع عندنا على الانستجرام وناس كتيرة جدا كان عاجبهم الحملة دي والفكرة بتاعت السوشي بالاخص وطبعا الناس كتيرة بتاعت النهاية تتكلم وتقول ان دي اكتر حاجة معايزي انا شفتها في حياتي علشان الشباب اصلا سكين في المعايزي بس الحلو في الموضوع ان الشباب دول بقى لهم 14 سنة كل يوم هما شباب منطقة واحدة وهم كل يوم في رمضان خلال 30 يوم بتاع رمضان بينزلوا ويفطروا الناس في الشارع وقت الفتور طبعا وقت اداني مغرب 14 سنة موقفوش ولا يوم ان هما ينزلوا ويعملوا الموضوع ده حلوة قوي حلوة قوي نفسي ان في كل منطقة او في كل كده يعني حي او نيبرهود يكون في شلة شباب ان هي بتحرص دايما ان هي تعمل الموضوع ده على طول طبعا بنشوف بالذات على الطرق الكبيرة مثلا على الدائري او على كبر اكتوبر او كده بيكون في ناس دايما بتوزع بلح تمور يعني او مشروبات زي مية او صوبي او كده بس ان يكون كمان موجود الموضوع ده موجود في كل منطقة او في كل حي فعلا هيكون حلو جدا تخيالي ايه اجمل من ان انت تكسابي سواب على افطار صائم وافطار ناس كتير جده ومش بس افطارهم بل انت كمان بتساعديهم بان انت تخليهم يجربوا حي جديدة غير مألوفة بالنسبة لهم ده حي فعلا ناس كتيرة طبعا احنا مبلو بيعابلوا موضوع سوشي ده تقريبا سنة او سنتين لان احنا نزلنا عن الموضوع ده قبل كده وطبعا كان فيه ميكست ريفيوز يعني as you expect طبعا ناس قلوا سوشي و it's so expensive طب ما قدروا يأكلوا الناس بنفس المبلغ ده حاجاته اكتر بكتير واحنا بنأكد لكم لان هما ردوا علينا اصلا ساعتها احنا كنا in contact معاهم وهم قالوا لنا ان هما اصلا عاملين deal مع المطعم اللي بيعمل السوشي ده فهو مش انه يعني هما يعني اظن انه فيه some type of deal او some type of مساعدة يعني هم يدفعوا حاجة رمزية او يعني ان هما يساعدوا الناس فهي مش حكاية ان هما مثلا دفعين مبالغ في السوشي ده كده نقول لكم كمان يعني brief كده هما مين هما شباب مجموعة فيما عادي بيحبوا ان هما يكونوا دايما مرتبطين ببعض بشكل كبير اوي وبيحبوا ان هما يشتغلوا سوا وكمان بيحبوا ان هما يدخلوا البهجة والسرور على حياة الناس فحسن هي مبادرة حلوة جدا جميلة اوي ونفسي ان هي زي ما قلت تكون موجودة في مناطق كتير جدا على فكرة انت عارف ان هما مش بس بيوزعوا سوشي ودوناتس على الناس لا دول كمان هما على طول كريتف اوي يعني كل سنة دايما بيكونوا بيطلعوا بحاجات افكار جديدة مثلا مرة وزعوا جنباري مرة وزعوا ستجو فكرة جنباري ده برضو كان على التعليقات الجنباري فالموضوع حلو اوي بصراحة واتمنى انه يكونوا الموضوع في مزين حسناتهم ونشوف من الموضوع ده كتير اوي في المستقبل يعني في مناطق كتير جدا برر معايدة كمان دافرت لي ترجمة نانسي قنقر